اشتركوا في القناة بين المغرب واسبانيا سببه بالاساس قضية الهجرة السبب الحقيقي هو اقدام مدريد على التواطئ مع الجزائر والصدافة مجرم حرب زعيم البوليزاريو الذي اعلن حربا دونكوشيطية على بلدنا في هذه منذ نوينبر الماضي بمعنى شخص اعلن حربا تقع الصدافته جارى تبرير ذلك بدواعي انسانية ان كان هذا التبرير حقيقيا لماذا تم اللجوء اولا الى ادخاله بهوية مزورة جواز صفر جزائري باسم مختلف بن بطوش تانيا لماذا تم اخفاء ذلك على المغرب اذا كان فعلا مبرر معقول ومقنع لاسبانيا فكان بالضرورة يكون مقنعا لنا الذي حصل هو ان اسبانيا قامت بسلوك للأسف شديد مناقض لقواعد حسن الجوار والصداقة والشراكة الاستراتيجية ما بني طيلة عقود يقع للأسف هدمه بقرارات غير شفافة كان على اسبانيا ان تكون شجاعة وان تقدم على اتخاذ ما ينبغي اتخاذه والمغرب كان بسيطا واضحا في مطالبه عندما دعا الى ان يقع اعمال القانون هناك ازيد من مئة ضحية ضحية تعديب قتل اختطاف قدمت شكاية في 2007 دجنبر 2007 من قبل الجمعية الصحراوية لحقوق الانسان وهي جمعية موجودة في اسبانيا قدمت هذه الشكاية وقام القضاء الاسباني في 2012 غشة 2012 بقبولها بعد ان قدم ملف في 2010 بشهادات وتقارير الطب الشرعي افضى ذلك الى ان القضاء في غشة 2012 قبل في 2013 القضاء الاسباني اصدر مذكرة ووجه استدعاء لابراهيم غالي الذي قدم في اسبانيا تحت اسم بنوب الطوش وفي تلك الفترة اضطر الى الفرار الى بلد اخر حتى لا يلقى عليه القبض في 2016 اعلن عن نشاط في اسبانيا على اساس انه سيحضر ووجه القضاء الاسباني رسالة ومذكرة من اجل استدعائه الذي حصل اليوم هو نقيض ما كانت تقوم به اسبانيا في الماضي وما كان يقوم به قضاؤها كانت صارمة نحن كنا واضحين نريد طلبنا من اسبانيا ان تفسر ما قامت به وان تعمل وفق قواعد ومبادئ المعاملة بالمثل في 2001 قامت جريدة حزبية مغربية بنشر افتتاحية تنتقد اسبانيا وتلوح بامكانية دعم انفصالي الباسك الذي حصل ان اسبانيا احتجت واقدم المغرب في شخص الوزير الاول اناداكس السادة عبد الرحمن اليوسفي اقدم على الاعتدار لان مواقفنا تابتة في عدم دعم اي طرح انفصالي داخل اسبانيا هذا ما ننتظره من اسبانيا ان تعاملنا بالمثل وان لا تصطفى الى من يعلن الحرب علينا طيب ولكن الآن خلينا ندخل في سلب الموضوع هذا موضوع اساسه قضية الصحراء بين البلدين ولكن الآن نتحدث عن موضوع الهجرة اذا هل هذا يعني ان المملكة المغربية لم تتخذ ما يجب اتخاذه من قرارات لمحاولة منع اي تدفق للمهاجرين اولا رسالتنا كانت واضحة لاسبانيا وهي ان اسبانيا عندما يتعلق الامر بقضايا الارهاب والهجرة السرية والمخدرات وغيرها نجد اسبانيا صديقة اسبانيا تمد يدها اسبانيا تعليمنا الشراكة الاستراتيجية اسبانيا متعاونة عندما يتعلق الامر بقضية الوحدة الترابية لبلادنا نجد اسبانيا اخرى نجدها تتخذ مواقف بسبب من ضغط جهات داخل اسبانيا معادية لبلادنا هذه الجهات التي لا تتردد ونراها اليوم تعبر في الاعلام لاسبانيا عن مواقف عدائية ضد بلادنا محكومة بخطابات اليمين المتطرف ومحكومة بأسر حسابات تاريخية قديمة ضدا على مبادئ حسل الجوار ومبادئ الشراكة قلت انا اوان انهاء ازدواجية المواقف نريد اسبانيا ان تكون منسجمة في مواقفها ازاء بلدنا لا نريد اسبانيتين اسبانيا صديقة في قضايا الهجرة وغيرها واسبانيا تنحاز وتتبنى مواقف الحياد السيلفي اليوم هناك مغرب جديد طيب ولكن مغرب جديد مستفى الخلفي المغرب جديد ولكن هناك مكون اسمه المكون الاوروبي اذا ما حاول المغرب ان يدخل في خلاف مع اسبانيا ويدخل في خلاف مع المانيا مع انه شريك استراتيجي لاوروبا هذا يزعج دبلوماسية المغربية ام هذا يعزز دبلوماسية المغربية اولا دبلوماسية المغربية ليست هذه اول مرة تتبنى مواقف حازمة وصارمة عندما يتعل الامر بقضية الصحراء المغربية اتخذناها ضد السويد في 2015 والحمد لله تم الاخذ بعين الاعتبار مواقفنا وافتجاه هولندا وافتجاه فرنسا واليوم افتجاه المانيا لانه لا تنازل ولا مساومة ولا تفريط اليوم رسالتنا واضحة المغرب لا يمكن ان يكون ضركيا في قضايا الهجرة تبنى بشكل شجاع سياسة انسانية منذ ازيد من سبع سنوات في 2013 والمغرب اصبح بلد استقبال وليس فقط بلد عبور وتوجهنا على مستوى القارة الافريقية بطرح مشروع مبادرة قادة جلالة الملك من اجل معاملة انسانية اليوم اسبانيا ازاء تناقض كيف تستقبل شخص مجرم حرب بدواعي تحت دواعي انسانية وترفض استقبال اخرين تحت دواعي انسانية طيب لو كنت انت انا اسبانيا على سبيل المثال وتتابع الاحصائيات تدفق المهاجرين عام 2016 على اسبانيا كان بنسبة اقل من 4% الان يفوق 40% مع ان البوابة المغربية تقريبا هي البوابة الاكبر الان باتجاه اوروبا مقارنة بما كانت عليه ليبيا وتونس وتركيا ايضا تعرف سيدي من المتسبب في المشكلة كيف يمكن ان نعالج قضايا الهجرة نعالجها عبر آلية حوار عبر اطار مؤسساتي اسبانيا عندما اقدمت على استضافة مجرم حرب النتيجة انها عطلت هذه الآلية السؤال الذي ينبغي ان يطرح من قبل الاتحاد الاوروبي هو الى اسبانيا ان تتحمل المسؤولية عن تعطيلها لآليات التعاون كيف نريد من المغرب ان يتنازل في قضية كبرى هل تريد اسبانيا ان تجعل من طرابها منصة لحرب على بلدنا هل تريد اسبانيا ان نعاملها بالمثل في عندما حصلت قضية انفصال كتالونيا المغرب كان سباقا الى تعبير عن موقف رافض ضد محاولة انفصال كتالونيا وكنا قبل الاتحاد الاوروبي في التعبير عن هذا الموقف اليوم نطلب من اسبانيا ان تعمل نفس الشيء التعاون هذا خيار بلدنا سياسة انسانية في قضايا الهجرة خيار لبلدنا لكن ان تقدم اسبانيا على اعتماد سياسات تنحاز الى الاطروحة الانفصالية تتبنى حياد سيلبي عبرت عن مواقف للأسف الشديد غير مفهومة اليوم نقول لها اولا هناك قواعد صداقة المغرب متشبت بها تانيا عليك ان تحافظ على هذه القواعد بتصحيح الموقف الذي اتخذته للأسف الشديد قاموا باخفاء صدافة هذا الشخص الانفصالي 21 ابريل يعني تقريبا بعد يومين ثلاث يام اكتشف الخبر 22 ابريل اي منذ حوالي شهر قدمت الجمعية الصحراوية لدفاع الحقوق الانسان برئاسة سيرمدان مسعود بقدمت طلب حتى يقوم القضاء بواجبه اليوم الذي حصل ماذا؟ ان القضاء رفض ان يقوم بالاجراءات الاحترازية حتى يمنع من الصفر رفض ماذا يعني ذلك؟ يعني ان اسبانيا تقول لا تنتظروا ان نتعامل معه مثل ما تعاملنا مع بينوشي لا تنتظروا ان نتعامل معه مثل ما تعاملنا مع ابراهيم غالي في 2013 لماذا في 2013؟ تم اصدار قرار واضطر الى الفرار الى بلد اخر اليوم نقول لهم بوضوح العلاقات الدولية تبنى على الندية العلاقات الدولية تبنى على الاحترام المتبادل العلاقات الدولية تبنى على عدم التواطئ وعدم الابتزاز وعدم فرض الامر الواقع الذي شهدناه اليوم فرض لامر الواقع على بلدنا اننا ينبغي ان نتجاهل ونتغاضع على استضافة الشخص الازمة الحقيقية هي استضافته وليس قضايا فرعية نتجت عن تعطيل اسبانيا لأليات الحوار هذا هو المشكل وهذا الذي ينبغي ان تبادر اسبانيا الى حله اليوم الحمد لله هناك اصوات داخل اسبانيا عبرت بوضوح على ان الحكومة عليها ان تعلن